اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم شابين خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين في الضفة الغربية وافادت مصادر محلية بان عدة اليات عسكرية اسرائيلية اقتحمت البلدة ودهم جنود الاحتلال منزل الاسير ثابت المرداوي واعتقلوا نجله كما اعتقلوا الاسير المحرر ثابت ابو عزيزة عقب مدهمة منزله وتفتيشه وبمدينة طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين ما ادى الى اندلاع اشتباكات المسلحة مع مقاومين كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلع شمال طول كرم ودهمت عدة منازل ومحال تجارية في المدينة وفي الضفة الغربية ايضا اقتحمت اليات عسكرية للاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة وتجولت في عدة احياء كما اقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل ترجمة نانسي قنقر